الدبلوماسية الجزائرية العريقة تجدد إشعاعها بعيد غياب وأبرز تجليات هذا الإشعاع دورها في الأزمة المالية دور أشهد به الأمين العام للأمم المتحد عنطونيو جوتراش في تقريره الآخر المقدم إلى مجلس الأمن حول مالي وعن الجهود الجزائرية المبذولة لإحلال السلام دور لم يأتي من فراغ بل نظير الإيفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الجزائر بصفتها رئيسا للوساطة الدولية وأدائها دورا حاسما في إبرام اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن سلسلة لقاءات واجتماعات سميت بمسار الجزائر منذ 2015 جهود الجزائر أثمرت خارطة طريق رأبت الصدع الذي مزق أواصر باماكو طويلا وأخرجها من ضائرة الاستقرار إلى مرتع للحركات المسلحة والجماعات المتناحرة فما كان يبدو بالأمس بعيد المنال أضحاف المتناول أوقاب قوسين وبات يرسم أملا في أن يستعد الساحل ككل توازنه وأمنه ويخرج من عباءة الصراعات الدولية لكونه كان ميدانا للمزايدات والنزاعات وأن تستعد شعب المنطقة سيادتها على بلدانها وتزدهر معها اقتصاداتها وتقيم دعائم نموها الحضارية ترجمة نانسي قنقر